طبعاً الشرقة زي ما قلنا في البداية هي يعني غيارة شكل بس الكرة الإماراتية مش قدام نحن نحن عارفين الكرة الإماراتية ولكن قدام القارة الأسيوية على الأقل الفوز النهاردة بتاع النهاردة ثلاثة بونتق بالنسبة لفريد الشرقة في مجموعة قوية بتتكلم على مجموعة فيها الهلال والريان واستقلول فرقة مش سهلة فرقة برة بتطلع كرة قدم جيدة ولكن طبعاً أنا كابتن أحمد سعيد تكلم قالك مش كل حاجة المدربين ولكن اللعبين طبعاً أنا مش كل حاجة المدربين ولكن اللعبين بس في مدربين عندها حزن اختيار عندها إدارة مباراة عندها تاكتف بتلعب به عندها اختيار تشكيل كويس جداً ده اللي مش موجودة عند بعض المدربين أنا مثلاً كابتن مهد علي في بعض الأوقات في المباراتين عمل تغييرات صراحة بعيدة خالصة عن شكل المنافسة على دارة بتالأسيا والأغرب من هذا أنت بتتكلم على شاب الأهلي فيه كام لعيب دولي أنا بنكلم على الخبرات وبنكلم على بطولة بحجم دورة أبتالأسيا عندهم لعبة كتير جداً معايا حتى الآن لما استفدت شاب الأهلي منها يعني مجموعته أسهل بكتير جداً من المجموعة اللي بتلعب فيها الشرع النقطة الثانية في رئة الجزيرة غريب جداً بطل الدوري السنة اللي فاتت أكبر معدل تهديف واحد أقوى خطوط دفاع اللي موجودة السنة اللي فاتت في دوري أدنك أو دور الإمارات السنة دي بلعف دورة أبتالأسيا هو بطل الإمارات ولا بنت يعني علامة استفاهم كتير جداً وهذا دافر أسيا أيضاً على كايزر وعلى اللعيب وعلى كل الإمكانيات يعني أنا شايف أني طبعاً الفوس على الشارع النهاردة إلى حد ما يخلينا إحنا وإحنا عادين عندنا نفس أو أمل أننا نتكلم في الكرة نتكلم على كرة الإماراتية نتكلم على إداد الشارع الشارع يقمن في التأهل كابتن خالد؟ 9 بنت يوصلوه أحسن تواني 10 بنت يوصلوه عنده عنده 4 ماتشات لو كسب ماتشين ويتعادل ماتش ووصل خلاص مركز تاني عادي جداً سهل جداً من الصعبة لأن اللي شفناه النهاردة ممكن يديك إحاء أن الشارع التوصل صح إنما الغريب بالنسبة لي هو أن الشباب الأهلي شحيح الهجمات شحيح الأهداف يقبل أهداف الجزيرة جماعة الجزيرة هدف واحد في مباراتين أمام فرقتين أقل بكتير جداً من الجزيرة مع احترام القوة الجوية وكما بنتكلم على الفرق اللي كان بتلعب النهاردة مع مومباي ستين مومباي ستين لسه هلعب مع مومباي لكن بالشكل اللي أنا شفته للجزيرة كمستوى وكذكر بودلاء وكيمكانيات شايف الموضوع صعب جداً جداً عليهم الأمان ترجمة نانسي قنقر